عايزين نأكد مرة تانية الحراك الشعبي مش نزول للشارع تعبيرك عن رأيك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي برغم الحرب اللي بتمارسها بعض المنصات ويمالكيها والموجهة طبعاً لدعم الطرف الآخر ده اسمه حراك شعبي تبرعك ده حراك شعبي تبرعك بالدم وجودك مع القوافل تبرعك ضمن القوافل كل ده اسمه حراك إنساني حراك إنساني مش حراك شارع حراك سياسي إنساني وهو ده المطلوب في فترة الحالية لكن كل الدعوات اللي بتبقى في مصار تاني خالص بتبقى يعني تحركات ودعوات لها أجندات مختلفة لازم دلوقتي نأكد كلنا إن المصار الإنساني حالياً هو السبيل لإنقاذ هؤلاء المشردين في غزة بجانب طبعاً العمل الدواسي الذي لا ينقطع وبتتولى مصر في البداية وفي المقدمة وهي حجر الزاوية فيه والكل يشهد بذلك الكل بيشهد إن مصر هي حجر الزاوية في حل هذه الأزمة وفي حل القضية الفلسطينية عموماً لا سلام بدون مصر خالص ما فيش سلام هيحصل في المنطقة بدون ما تكون مصر هي العامل الأساسي والمحرك ليه كم الاتصالات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت من يوم سبعة لحد النهاردة بالرئيس السيسي وكم الاتصالات اللي أجراها الرئيس السيسي وكم التحركات الدبلوماسية لوزارة الخارجية وكل الإجراءات دي بتصب في النهاية لمصلحة القضية الفلسطينية اللي مصر بتتبناها من أول مبادئة القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي لحد النهاردة ولن تهم المصر في دورها وفي واجبها أبدا تجاه القضية الفلسطينية مصر لا تزايد على أحد ولا يجب على أحد أن يزايد على دور مصر في حل القضية الفلسطينية وفي دورها الإنساني وفي دورها السياسي لحل القضية الفلسطينية وحل كل القضايا في المنطقة